الناس اللي بتحب ترمي ودنها والناس اللي تخصص تفتيش في تلفونات غيرها وتتطبع على أسرار الناس جاي أفكركم أن عقوبة الكلمة اللي بتسمعوها والرسالة اللي بتقرؤوها وانت عارفين إن دي أسرار الناس وانهم مش حابين إنكم تعرفوها العقوبة عليها كبيرة قوي وفي الحديث ومن السمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه يصب في إذنه الآن كيوم القيامة اللي بيرمي ودنه مع الناس وبيتجسس عليهم وبيستمتع بيسمع كلامهم وهيستمتع برضو في الآخرة بس يستمتع من نوع تاني يستمتع بإنه بتصب في إذنه رصاص مزاب متخيل حرارته عاملة إزاي عشان صاحبنا يتبسس في الدنيا ويرموا ودانه ويتذبع عورات المسلمين أما المسلم الحقيقي فهو اللي بينفس هورا الأمر الإلهي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اكتنبوا كثيرا من الظن إن بعد الظن اسمه ولا تجسسوا فما يحاولش يتجسس بأي طريقة ولا بإنه يرموا ودنه ولا يهكر أكاونتات ولا يتجسس على تلفونات حد وطبعا الوصايا دي والعقاب ده علشان تعرف إنك كمسلم عرضك مهم وعرض أخوك مهم وحافظ على أخوك زي ما بتحافظ على نفسك لا تنسوا الصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام وليش راح في القناة ودعمونا بلايك